مرحبا يا حلوين اليوم جبت لكم مشترياتي من موقع هدى بيوتي هاي الفاتورة بس انه كل المعلومات فيها وراح نوريكم هلا من جوة الاشياء طبعا انا فتحته بس عشان اطمن انه الاشياء منيحة حاول طبعا ارجع زي ما كان بس مستحيل بس هو وصلت اكيد ارتب من هيك بيجي بغلب طريقة كتير منيحة وهي الاغراض هون هي الكرتون الصغيرة يعني على قد الاشياء بالعكس هلا اذا الاشياء شوي لازم تكون الكرتون صغير لانه اذا كبروها بصير الاشياء مثلا تروك في جيتوا في السفر فهيك بتكون ممسوكة فاحسن كل ما كان الصندوق بالبق لعدد الاشياء هو افضل فبيجوا هيك ملخفين وبعدين بيجوا كمان ملخفين بهاي الاطعة هيك عشان يضلوا برضو ممسوكين مع بعض زي ما قلتلكم وكمان ما يصير يعني تكسروا او يتحركوا كتير هلا بدي افتحهم وارجيكم شو الاشياء اللي انا طلبتها هدول هم المشتريات بعتولي مع المشتريات هاي العينة هاي هي للمقشر اللطيف اللي معروف بهودا بيوتي بحط لكم صورته يعني طلع معي اكتر من مرة في القناة وقلت قدي انا بحبه فهاي عينة ومكتوب انه حتى هون بالعربي ومكتوب باكتر من لغة وبيحكي انه مناسب للاستعمال اليومي بس انا ما بستعمله الا مرتين بالاسبوع فهاي اول يعني العينة اللي اعطوني اياها التاني شغلات انا جبت بدي اجرب عطور اللي هي لأخت هدى اللي هي لعطور كيالي بس طبعا هي بالحجم اما بتكون 10 مل اما بتكون 50 مل او 100 مل مثلا 50 مل والمئة مل غالية فانا حابة اجرب اكتر من عطور من عندها حلا لما تشتريه برضو 10 مل بطلع عليكي مثلا تقريبا بين 30 دولار او 28 دولار يعتبر على 10 مل برضو غالي فانا اصرت اجيب العروض اللي موجود اي مثلا اشي مع الكريم عشان يطلع مثلا علي احس انه ارخص يعني يعني زي هذا العرض هذا العرض بيجي 35 دولار بين العطور العطور اصلا هو بنباع ب30 او 28 حسب والحمراء تبعتها اللي هي المطفية بالحجم الكامل فبطلع يعني لما تشتريه هيك بتحسي انه يعني اوفر او يعني ما بتجرب العطور معك كمان انك تجرب اشي تاني هذا العرض نفس الشي بيجي العطور 10 مل لريحة تانية وهلا بنحكي عنها مع كريم ايدين بس كريم اليدين في هاي المجموعة مش نفس ريحة العطور هلا هذا العطور اللي هو العنبر واللكريم اللي هو الفانيلا ريحة الابعال ريحة الفانيلا ريحة عندها مشهورة وبكل عطر له رقم هو الفانيلا عندها 28 ما جربته بس حب اجربه بيحكوا كتير حلوفة هو هذا للعطور نفسه لريحة نفس عطر هداكة بكريم ايدين حتى كريم اليدين لما ينبع لحاله في حجم اكبر هذا حجم صغير هلا رح نحكي برضو عن حجمه هاد بالنسبة له للعنبر خلينا نبدأ بيحاي المجموعة نفتحها انا يعني ما فتحتها بس هلا بفتحها معكم هيك بتيجي بالنسبة هاد كريم اليدين هو حجمه انا بدا اعرف هاي اللي هي الروائح اللي جوا نفس ريحة العطور تباحها تاع الفانيلا 28 هايو فانيلا 28 نفس ريحة العطر بالنسبة لهاد بيجي 30 جرام حلو نجربه يعني بعدين اذا عجبنا بصير نجيب منه الحجم الكبير الحجم الكبير بيجي مش عارفة اذا 50 ميل ولا 100 ميل بكتب لكم وكمان بيجي عنده هاي هذا العنبر انا فكرت والله يجي ميته فاتحة شوفوا قدي صغير بالنسبة لأيدي ايدي حتى تعتبر مش كبيرة ابدا بس للتجربة وهيك شكله بالعلبة الكبيرة في مرات بيبيعوا لعشرة ميل بس بيكون بأزازة مطاولة هيك طويلة زي القلم شكلها هيك بس انا بحب لما يجوا نفس شكل العطر بهذا الحجم اول اشي عشان اجربهم تاني اشي سهل تحطيه بالشنطة هلا عطورها بتتميز انك فيه هيك تخلطيها مع اي عطر تاني هلا هون في العلبة بحكي لك بالنسبة هذا العطر شو هي مكوناته هيها هاي مكونات العطر الى هذا العطر اللي هو اللي معي وهاد مكونات الكريم اللي هو برضو لو جبت العطر منه هيك بيكون مكوناته بتميزوا عطورها زي ما قلت انه تخلطيهم مع اكتر من عطر يعني هاد لو حططيه لحالو بيصير وحلو بس لو حططيه مع اي عطر عندك بخة منه اوبختين لانه معروفين عطورها قوية بعطيك رائحة كمان احلى للعطر اللي انتي معك فهي هدول هم اول شغلتين زي ما حكينا وحكينا كميتهم وكل شي اجو بي هاي هلا نشوف هاي مجموعة هيك بالنسبة لإسم هذا الحمرة اللي معها وهي مات صبعا وهون طبعا هي بتكتل اللغة العربية طبعا وهي بالنسبة للمعلومات بيكون كل شي مكتوب بره بس خلينا نشوفه احنا منجوبه هذا العطر هلا جديد يعني هلا فترته نزل وكل اشي بتذكروا لما حكيت لكم هلا موديل اللون اللي هو بيجي خوخي هاي وكل شي خوخي حتى هذا هلا بنجربه هو بيجي شوية اللون خوخي اللي هو على اللون يعني الموديل هلا هدا اللون فشوفه هاي رائحتين نفس الحجم نفس بيبين كأنه لا هو خلينا نشوف هو 39 رقمه للعطر واسمه رح اكتبلكم اياه طبعا عشان يكون واضح بالنسبة لكميته المفروض يكون 10 مل فسنشوف وين مكتوب عشان انا اوريكم هاي 10 مل العطر يعني هم اطبعض لو بيّن انه غير شكل العلب او غير الحجم بسم 10 مل ب10 مل وهيك شكلهم بالإزاز الـ 100 مل والـ 50 مل فهيك فرصة بجرب العطرين ممكن اخلطهم مع بعض لانه بيحكوا بيصير حاد ينخلط مع حاد او مع فانيلا او مع العطر اللي هو الاحمر اللي عندها اللي هو ايش هي تفاح اذا بتذكر بحط لكم برضو صورة فهي هدول هم العطرين وكريم اليدين وبالنسبة ل اللي هو هاد هايو اسمه برضو بكتبلكم فنجربه وهي عفكرة المجموعة موجودة بالسفورة اغلب الدول انا شفتها هيك بكتش لعبتها بس هاي المجموعة لأ ما شفتها مش كل سفورة موجودة فاذا بتحبوا هلا بالنسبة لتجربتي مع الموقع بصراحة هو شوي صعب الموقع صعب تلاقي وصعب تنزلي ولما تطلبي بتظل يطلع من الموقع ما بعرف ليش هاي الصعوبة هاي اللون بعد شوي بيصير اللي هو مطفي فبحكي لكم تجربتي مع الموقع شوي ما بعرف هي لانه اول مرة هو الموقع موجود على سبت يعني اجهد الاشياء من امريكا بس طبعا انا دفعت باليورو وكل شي لايطاليا وما اخد وقت يعني اقل من اسبوع او اقل من عشر ايام يعني ما اخد وقت بصراحة لحتم وصلني الاغراض بس يعني كان الطلب انه صعب كتير بدقر الموقع كتير يعني بكون بنص اني بتفرج على الاشياء بطلعني برا الموقع بعدين برجع بفوت مرة تانية ما بعرف ليش هاي المشكلة فكان هاي الصعوبات بس بعدين طلبت ووصلني الاغراض هلا حكولي انه اذا طلبت كان في مناسبات حكولي اذا طلبت اساس بس لما طلبت ما وصلني ما وصلني لشغلتين مني اللي حكولي اياها فما بعرف برضو ليش هيكي ممكن لانه ضل يطلع ويفوت فاخر اشي لنحدف وانا ما انتبهتش وقالولي انك انت حت تختاريهم من اختيارك شغلتين مني ببلاش يعني مني لحالها اصلا بخمستعشر يورو يعني شغلة يعني كأنه تلاتين يورو رح يوصلني شغلتين ببلاش اما مسكارا اما حسب يعني حمرة بس زي هاي بس صغيرة بس لون تاني اشي زي هيكا واني انا فيني اختار بس فعليا ما وصل ما خلاني اصلا اختار وحطهم اول اشي بالشغلة الفاتورة انهم برضو بدون نسعر وهيكا وبعدين اصلا اللي اخترتهم شو هم الشغلتين وقامهم بعد شوي وخلص والمناسبة كان لسه ما خلصت نقول مثلا انا طولت وصار موعد انه يقيموا العرض لا فما بعرف ليش الصعوبة في هذا الموقع يعني لو اني انا كد اطلب هاي المجموعة من سيفورة بس لاني قلت بديش اطلبها لحالها مع اشي تاني لو اني لقيت المجموعتين كان طلبتهم من سيفورة وخلص فهاي الشغلة بس انا رح احاول ارجع اطلب من عندهم واشوف ليش هيك صارح كل مرة رح يصير هيك ولا شو بس هاي هي مشترياتي وهاي هي تجربتي مع الموقع اول مرة بطلب من موقعهم نفسه فما بعرف شو تجاربكم انتو كنتوا تطلب من الموقع اكتبولي عن تجربتكم زي تجربتي ولا عندكم تجربة تانية معهم ولا شو وشو رأيكم بالاشياء اللي جربتها وشو رأيكم بعطورهم يعني اذا كنتوا بجربينها هيشوفوا كيف صار مات اللون وحلو بتحسيه مش طبقة قوية يعني يا دوب بس ما بيبين تحته يعني غني اللون فهاد هو بالنسبة للون هاد بالنسبة لكل شي اذا عندكم اي سؤال اي استفسار اكتبولي اذا بتحبوا بعدين بس اجرب العطور احكي لكم عن ثبات هاحكي لكم خلط ايش مع ايش برضو اكتبولي وانا بحكي لكم ان شاء الله هيك بيكون الفيديو خلص منها دايما وهلأ لازم احكي لكم مع السلام